أو إلى الصواب نحن كعرب إلى الآن لم نربي أبنائنا ولم نتربى لا على أدب الخلاف ولا على أدب الحوار ولا على أدب الاختلاف الله أكبر يعني لسانه حاله كل عربين يقول كما قلنا من قبل أنت معي فأنت قديس أنت ضدي فأنت إبليس والعزب الله أنت معي فأنت قديس أنت ضدي فأنت إبليس والعزب الله بهذا المنطق الأنا تعلم وقالوا لأبا حنيفة بعدما كتب كتابه انظر الى الكبار يا ابا حنيف هل هذا هو الحق الذي لا باطل معه قال عسى ان يكون الباطل الذي لا حق معه الله اكبر قالوا يا مالك ممن نأخذ العلم يقول ان اردت العلم النفيس فعليك بالشافع ابن ادريس تلميذه فيتصل المقولة للشافع في مصر اطلقت الكلمة في المدينة وصل الركبان اوصلها الى مدينة قال كيف ذلك وفي المدينة مالك يقول كل الناس في الفقه عيال على ابي حنيف يقول احمد ابن حنبل تلميذ الشافعي والله ما صليت صلاة فرضا ولا نفلا الا ودعوت للشافعي وكان الشافعي للدنيا كالشمس للدنيا وكان عافية للبدن عابوا على الشافعي وقالوا رأوا انه يزور احمد كثيرا ابن حنبل يا الاستاذ يزور التلميذ قالوا يزورك احمد وتزوره قلت المكارم لا تفارق منزله ان زارني فبفضله او زرته فلفضله فالفضل في الحالين له اوضل هذا لما مرض الامام احمد هذا قصص يجب ان يسمعه ابنائنا لما مرض الامام احمد وخاف الشافعي ان يموت احمد ويموت معه العلم الذي عنده فعاد الشافعي مريضا من عند احمد مرض فبلغ الامام احمد ان شيخه مرض لما اشفق عليه تحامل احمد على نفسه وذهب لزيارة الشافعي فصاغ الشافعي هذا في بيتين من الشاه يقول مرض الحبيب فعدته فمردت من خوفي عليه فأتى الحبيب يزورني فبرئت من نظري اليه هذا هو تعامل المحبين وتعامل العلماء وتعامل اهل العلم فبالله عليك كيف يعني يبدو خلاف من هذا يقول ابو حنيف رأينا صواب يحتمل الخطأ ورأي غيرنا خطأ ويحتمل الصور فمن رأى غيرنا فله ما رأى ولنا ما رأى ثم قضية الخطأ هذا هذا دايدن بن آدم كل بني آدم خطأ وليه في الخطأ يأجر طالما انني لا اتعمده اذا افتيت فاخطأت بناء على شيء معين سبحان الله العظيم ومن صار على هذا الخطأ والله لا وزر عليه ان شاء الله سبحان الله شريطة ان يمتلك ادوات الفترة لابد لابد لا يفتي الا الا مفتي